سهل الخير عامليني يا رب وكنوا بخير طاقة عبد برج الحمل تاني اسبوع انشار ابريل الفين تلاتة عشرين ابدأ بالجانب المهلي اسبوع مستقر ودعم الزملاء والتعاون يكون السبب الرئيسي في الاستقرار عايز اقول لك واقول لك لما يكون زميلك بيتعاونوا معك او زميل الليك بيتعاون معك لازم تبادله نفس التعاون وانتي لازم يتبادليهم نفس التعاون ده لان ده بيساعد فيه انك ممكن تكسب خبرة جديدة وده غير كمان انه بيقلل من متاعب الشغل وبيقول علاقة مع زميلك في الشغل وفعلا بيخلي الوقت يعد بسرعة جدا ما بتحسوش بالوقت وفي نفس الوقت الشغل يعني ايه تحس ان هو كان برضو خفيف خفيف ومش دايما ان الزميل هيقدروا يتعاونوا مع بعض لان احيان بيكون فيه ضغط شغل كبير جدا وكل حد ملخوم في المهام بتاعت شغله او شغله واخده يعني ربنا يا ربي يوفقك ويقويك ويديكو الحكمة خشي بقى على الجنب العاطفي ابدأ بالعزالة لقاء استثنائي يكون جذاب ومليء بالاعجاب يعني دي تنفع دخلة اغنية المهمة يعني ده اللي قريته يعني انا بقوله قريته بالظبط اللقاء الاستثنائي ده انتوا اللي تقدروا تحكموا عليه يعني انت ما تحكميش على اللقاء الاستثنائي من اول لقاء ليه لان كل واحد في الاول بيقدم احسن ما عنده وبيطلع اشياء كحاجة في الدنيا فلاسن نعرف ان احنا لما بنقابل حد اول مرة انت او انت كل واحدة او واحد بيحاول يكون يعني منتهى الروكي ومنتهى الزوء وكل حاجة هنبتدي نعرف بقى الحقيقة بتاعت الشخصية دي ونكتشفها انت مع الوقت والمواقف هتبين لنا حاجيات كتير مش بقول كده نبقى ضد الاعجاب ولا لا لا ما تبقاش ضد الاعجاب ولا انت ضد الاعجاب لا ماشي الاعجاب حاجة كويسة وكله تمام بس ما ندفعش وتعلقش كده من اول نظرة غير لما بتدي اعرف الشخصية دي مش يمكن الشخصية دي فيها عيب قوي ولسه ما بنش يعني ان يعرف الشخصية وبعد كده نسيب المشاعر بقى وان انا هتعلق والحب يجي كده تدرجين ربنا يا رب يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة ادخل على المتزوجين والمرتبطين خلافات بسبب الانانية اه الانا دي او الايجو الانا اللي هو انا رقم واحد اللي هو انا اهم حاجة ومش مهم اي ولا هي زوجتك ولا المهم المرتبط بيها لا لازم تعرف ان هي مسؤولة منك وانت كمان لازم تعرف ان انت عليك التزامات نحيته ما ينفعش الحياة يا جماعة الانانية دي هتخلي فيه خلافات كتير وممكن كمان تكون سبب ان هي مش لطيفة تخيل هي مثلا عندها نفسها دايما رقم واحد طب فين الحب يعني الارتباط مبني على الحب الناس اللي بيحبوا بعض بيبدوا غيرهم يعني بيبدوا اللي بيحبوا عن نفسهم انت ممكن مثلا عشان بتحبها تبديها هي عن نفسك وهي عشان بتحبك تبديها يعني تصوري تبديك عن نفسها كل ده كل ده بيزود من القوة العلاقة وكمان بيخلي الحب يزيد لكن الانانية هتخلي كل واحد في حتة وكل واحد بيفكر في نفسه اكتر وان ما كانش بيفكر في نفسه بنسبة تسعين في المية لو بيفكر في نفسه بس ودي حاجة مش حلوة خالص دي هتعمل على التفرقة ياريت يعني لو فيه انت أو انت حق أو انتي حاسس ان فيه شوية انانية تتعب من الوقفة مع نفسك وتراجع نفسك علشان ده ممكن تكون هرجع وقولك تاني كل نهاية يعني فيها تفرقة ربنا يا رب يبعد عنكو اي تفرقة وكمان عايز اقول للمرتبطين لو هو اناني او انت شفتها هي انانية نصيحة مني ما تكمليش اما المتزوجين لازم تلحق تصلح من ده مش عيب ان احنا نصلح كلنا بنغلط لكن الصح والشطارة ان انا اعمل وقفة وصلح علشان ده هيكون بقى بعد كده سبب ان العلاقة تتغيل للاحسن ربنا يا رب يبهد يسير كل بيت وايه كامل المرتبطين على خير خش على الجانب العيلي تجمعات عائلية ليه عائلات مواليب برج الحمل بنسبة كبيرة يا رب كل عيلة تتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة الجانب المالي دخل اضافي ليه بعض مواليب برج الحمل مش عارف ليه ليه بعض يعني فاهمني بس خليني اقول لمواليب برج الحمل يعني لو الدخل فيه حد مثلا فعلا محتاج دخل اضافي يا ريت تسعى لده يعني اشتغل واشتغلي على ده في حاجات كتير ممكن تجيب ربح من العنت ممكن تسويق اونلاين شوف ايه اللي ممكن تقدر تزود بيه دخلك لان ده مطلوب جدا الفترة دي وهيفرق معاك مديا جدا ومعاكي ربنا يا رب يوسع من رزقكو خش بقى على صحاب المشاريع ارباح متوسطة خلال الاسبوع ربنا يا مفق اصحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم يعني لو الارباح متوسطة يعني برضو صاحب لو عندك مشروع او عندك مشروع المفروض ان انت تبتدي تفكري وتفكر ازاي ممكن تضفله او تزود فيه او تطور منه عشان تزود من ارباحك خش بقى على الجانب التعليمي حماس ونشاط لطلاب برج الحمل من بداية الاسبوع يعني هيكون عندكو حماس يا شباب ويا شبات والحماس ده هيكون سبب في التقدم طبعا الحماس هيخليك تقدر تزاكر دايما تفائل تخيل كده ان انت لما تنجح احساسك هيبقي وانت لما تحقق النجاح لما تحقق المجموع اللي انت عايزه او التقديل اللي انت عايزه هيفرق معك جدا وساعتها هتحس ان التعب اللي فات ده مرحش كده المهم ان انت حماسك ده فعلا ان يكون عندك حماس وانا عندكش حماس يلا دلوقتي خلي عندك حماس وبتدي زاكر ويفتح كده اول مادة وقول يا رب وانت هتشوف الدنيا هتبتدي تمشي معاك ازاي ربنا يا رب يوفقكم ان شاء الله ان شاء الله نجح لكل الطلبة دي كانت توقع برج الحمل لتاني اسبوع من شهر ابريل 2013 لو اعجبكم الكلام ده هتنسوش عاموني بلايك لو مش مشترك او مشتركة جاريت تشتركوا عشان نشوفوا كل جديد من فيديوهات نوعية انا كمان بعمل فيديوهات معلومات عامة سيب لكل انت الفيديوهات في الوصف تاخدوا فكرة على فيديوهات القناة لو انت او انت اول مرة تشوفوني شكرا وليكم سلام